السلام عليكم خوتي تهياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال للجنوب ومن الشرق الى الغرب بلا منسى وخوتنا اللي في الغربة اه فوز مهم للمنتخب الوطني فوز اه جاء في وقته اه فوز يعزز المنتخب الوطني من اه حضوظه لتآهل مباشرة الى كأس افريقيا اول شي نبدأه بتشكيلة المنتخب الوطني حيث لعب المنتخب الوطني بتشكيلها ولا بطريقة اربعة اثنين ثلاثة واحد اربعة اثنين ثلاثة واحد اسماعيل بن ناصر ومهدي عبيد كمسترجعين وقلب الهجوم بغداد بنجرح المنتخب زمبابوي نفس الطريقة نعمة اربعة اثنين ثلاثة واحد تينو كادويري اه مهاجم تاع اولمبيك ليون رأس الحربة منتخب اه زمبابوي اه لم يكن المنتخب سهل وراح نطرق العديد من الامور اللي تبين ان المنتخب منتخب ليس سهل اول من البداية ابدأ اكشر عن ايابو الانيابو المنتخب الزمبابوي اضيع هدف لو لا تألق رايسن بولحي كي يكون هدف مبكر جدا في الدقائق الاولى للمنتخب الزمبابوي اه المنتخب الزمبابوي اه معروف عليه انه يلعب بكتلة دفاعية واضغط نوعا ما اه يمارس على الخصم اه تنظيم دفاعي جيد محكم اه لو نشوفو هنا في الصورة يعني اه مان تمان يعني لاعب للاعب اه تبين تمركز الصحيح وغلق المساحات من المنتخب الزمبابوي اه الشيء الاخر الهدف انتاع اه بغداد بنجاح اللي اه تحت انظار يعني مدافعين اللي كانوا يشاهدوا في الحارس كظلنا منهم انه يعني راح يمسك الكرة لكن الحارس يعني لما خرج الكرة كان في وجه اللي وجه بغداد بنجاح وسجل الهدف اللي يتحمل مسؤوليته المدافعين اللي ما غطاوش على الحارس وتركوا المبادرة للحارس ظننا منهم يعني تاكلوا على الحارس انه يمسك الكرة بدلا انه من يتركها الامر اللي خلى بغداد بنجاح يسجل الهدف هدف يعني اه واضح اللعب اللي كان نوعا ما نقوله اه تقلق في الشوطة الاول هو بالنسبة لي يبقى هذا رايي اه على كل حال هو اه ياسيم براهيمي اللي هنا لما شاهده في صورة واحد اثنين مع كرة واحد اثنين مع رمي بن سبعين ايضا هنا تمريرة سحرية رائعة لرياض محرز يعني خلاها خرجوا واحدو كافيار لي اه يد دائمان المتقلق ياسيم براهيمي اللي دار شوطة هو الممتاز ورائع اه ايضا سمحت فرصة وجه لوجه لبغداد بنجاح انفراد لكن هنا لما نشاهده تباطئ تباطئ بنجاح اعطل اه اه مشروع الهدف ونسمح للمدافع زنبابو يرجع ويعاود يخرج الكرة وهذا بسبب تباطئ بغداد بنجاح ايضا بعد ما سجل اه بونجاح الهدف اه محرز يعطيه كرة سحرية لي في غولي وعلى من اروع ما يكون كرة سحرية رائعة اه خرجوا فاس افاس خلا في غولي سجل هدف رائع رائع هدف رائع صراحة يعني بين المدافعين كرة لولبية سحرية انظر الهدف الثاني اللي انتهى بها الشوط الاول في الشوت الثاني خوتي حقيقة عرفة عرفة المقابلة ضغط من من منم تخب زنبابوي ضغط كبير وحييز الكرة بنسبة كبيرة للمنتخب زنبابوي قبل ما يسجل هادف ايضا هادف ايضا سمحت لها فرصة فرصة خطيرة لولا تألق الحارس مبولحي لكان يكون هدف فرصة وجه لوجه ضيعت تم تضيعها من قبل منتخب زمبابي لكن هذا لم يمنع من وجود فرضيات فرضيات اللي يتمثل في اللاعب المتألق رياض محرز من بعدها إبداع رياض محرز أمام ست مدافعين جملة واحدة ونوع من الحظ نوعا ما خاصة بعد رجوع الكرة كأنها لعبة تعبيار وقدر بعدها يدخل 18 متر محرز مايرحمش فنيات عالية دخل بين 2 و 3 وسجل هدف رايع 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 هدف ولا أروع قبل ما نتكلموا على هدف الزمبابوي لاحظوا تسلل واضح يعني هنا الشيء اللي نخاف منه أنا ما خافش من مش من مقابلة اليوم نخاف من مقابلة العودة مقابلة في بلادنا صحيح ما كانش جمهور وهو اللي صراحة يعني اللاعب راقم فماش لكن هدف هذا تاع زمبابوي يعني كارثة بأتم معنى الكلمة كارثة بأتم معنى الكلمة من التحكيم الإفريقي يعني لو 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 نشو نروح ونسفروا إلى زمبابوي اخطاء أقل آآ آآ ما دي ما نقول يعني أكثر من هذي راح يصفروها إذا صفروا كارثة مثل هذي هدف وحسبوه اعلموا خوتي إنهم راحين يصفروا كوارث وكوارث إذن الحذر ثم الحذر الحذر ثم الحذر ليس فقط من منتخب زمبابوي اللي صراحة أنا عجبني واقتنعت به منتخب زمبابوي إنه منتخب مقبول منتخب يلعب كرة قدم منتخب منظم صحيح إننا عدنا أحسن اللاعبين في إفريقيا باش من ننساوش عدنا كتيبة محترمة عدنا مدرب يقرأ الخصوم لكن منتخب زمبابوي منتخب لا بس به الآن الكارثة تاع التحكيم كارثة العظمى كارثة بأتم معنى الكريمة لاعب مهاجم أولمبيك ليون تينو مهاجم أولمبيك ليون تينو متقدم أكثر من خطوة ونص أكثر من خطوة ونص وتم احتساب الهدف مسجل الهدف هو في وضع يتسلل نعود ونرجع هذا اللي كان في وضع يتسلل اللي نتكلمت عليه وراء المدافع هو اللي سجل الهدف مهاجم أولمبيك ليون يعني كارثة بأتم معنى الكريمة حذاري من التحكيم الإفريقي في أدغال إفريقيا حذاري ثم حذاري ثم حذاري حذاري إذن شي نقدر نقولوه مبروك للمنتخب الوطني فوز مهم ومهم جدا لكن لكن نعاود ونذكر ونكرر إذن خوتي منتخب زبابوي صريحة عبارة منتخب منظم منتخب لا بأس به منتخب اللي يقدر يشكل لك صعوبة خاصة أن الأرضية ميدانه وحرارة نوعا ما خاصة إذا عرفنا أنه ممكن تكون مقابلة حوالي الساعة الثانية زوالا يعني المقابلة راح يكون في جوه نوعا ما حار مقابلة ما تكونش سهلة مبروك للمنتخب الوطني فوز أنا بالنسبة لي ورأيي شخصي ورأيي الخاص لو نجيبه حتى نقطة من أرضية ميدان زبابوي ونقوله مقبولة مقبولة جدا 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 وإن شاء الله نتمنى وإن شاء الله نفوزه إذن مبروك للمنتخب الوطني مبروك لكتيبة جمال بالماضي حظ موفق إن شاء الله في المقابلة القادمة في الأخير ملتقنا مع مزيد من الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته